بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابنا وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعاليات اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث عن الاستدامة نحن تطرقنا في الدرس السابق للاستدامة وذكرنا مهم جدا أن نفهم أو نعرف ماذا نقصد بالاستدامة وما هي السبل وما هي الأفكار حول الاستدامة التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها ذكرنا أن الاستدامة هي هدف اجتماعي يتعلق بحماية البيئة الطبيعية لضمان السلامة والديمومة للنظمة البيئية التي تدعم الحياة على الأرض وبالتأكيد أفراد المجتمع ككل ذكرنا الاستدامة أحد الاعتبارات الرئيسة وأيضا نلاحظ أنها من المواضيع التي تم الاهتمام بها أو سلط الضوء عليها بشكل كبير في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أيضا ذكرنا أن الاستدامة تؤثر كبير على الأنشطة المجتمعية سواء في الاقتصاد في أمور المجتمع وأيضا في الأمور الأخرى كالبيئة وذكرنا أن الفعاليات ليست مستثنى من هذا الأمر ذكرنا الاستدامة في الفعالية ذكرنا الفعالية كما ذكرنا هي نشاط من أنشطة المجتمع الاقتصاد لا بد أيضا أن يراعى فيها الاستدامة وأن تكون صديقة للبيئة ذكرنا أن يكون هناك حد من تأثيرها على الطبيعة وأن تكون تأثيرات إيجابية وليست سلبية وأن يكون هناك منافع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ذكرنا من خلال الحد من استخدام الموارد النادرة مثل المياه يكون هناك إرشاد في المياه استخدامها بطريقة منظمة بطريقة لا تضر البيئة والجيال القادمة كذلك الطاقة بنفس التصور ذكرنا أيضا أن نقلل من النفايات المضرة وأن نستخدم النفايات القابلة لعادة التدوير ذكرنا أيضا أن نتخلص حتى من النفايات الموجودة وتكون هذه النفايات صديقة للبيئة ذكرنا هناك ما يسمى بالآيزو وأيضا هي منظمة دولية للمعايير الدولية التي تطبق معايير الجودة وأيضا معايير الاستدامة للفعاليات وأيضا للأنشطة الاقتصادية كيف تكون صديقة للبيئة وغير مضرة وذكرنا أيضا المملكة في رؤية 20-30 وانشئت أكثر من جهة حكومية لها ارتباط في إدارة النفايات في المحافظة على البيئة وأيضا أن تكون جميع الإجراءات والقوانين هي لاستدامة الأنشطة الاقتصادية في المملكة وأيضا الفعالية جزء من هذا النشاط ننتقل بإذن الله إلى مناقشة العوامل الداخلية والخارجية وهو الهدف الثاني التي تؤثر على الهمية النسبية لاستدامة الفعالية العوامل التي تؤثر على استدامة هناك عوامل مختلفة عدة يمكن أن تؤثر على استدامة الفعالية وهي عوامل قد تظهر في مراحل مختلفة من دورة الحياة لإدارة الفعالية ويمكن أن نقسمها أيضا كما قسمنا قبلها من أنشطة حللنا الفعالية وتأثيراتها في التمويل أيضا العوامل تؤثر على الفعالية هناك عوامل داخلية وأيضا عوامل خارجية سنوضح ماذا نقصد بعوامل داخلية وعوامل خارجية بإذن الله هذه العوامل بإمكانها أن تؤثر على كل من أهمية الاستدامة في الفعالية التي ننظمها وأيضا جدوى تحقيق استدامتها لذلك من المهم أيضا تحديد مستوى الاستدامة المطلوب نحن حينما ننظم فعالية إلى متى نود أن تكون موجودة الفعالية واستدامة أرباحها ونشاطها وأيضا كما ذكرنا في الجانب الآخر الاستدامة هو المحافظة على البيئة وأيضا لا بد أن نصلت الضوء على التحديات التي قد تواجهها الفعالية لكي نطبق معايير الاستدامة أو معايير التي تم وضعها في القوانين لكي يتم تنظيم الفعالية يمكن تحديد مستوى الاستدامة المطلوب بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الفعالية الذين لهم علاقة في الفعالية وهم قد يكونوا مستثمر قد يكون الشركة قد يكون الجهات الحكومية وأيضا تقييم أهمية أن تكون الفعالية مستدامة ومستمرة بالنسبة للجمهور هل سيكون له رغبة لحضور هذه الفعالية أو طلب على الفعالية وبالتالي أيضا الاستدامة هي مربوطة بطلب الجمهور ورغبتهم وبالتأكيد أيضا مربوطة في القوانين المنظمة لذلك لكي نحقق جدوى تحقق استدامة الفعالية لابد من إجراء دراسة جدوى لاستدامة الفعالية إذن دراسة الجدوى هو جدوى استمرار الفعالية وخدماتها أو منتجاتها وبالتالي يكون لدينا تقييم مدى عملية خطة مشروع مقترح بما في ذلك التركيز على الاستدامة هل إذا استمرت هذه الفعالية سيكون له تأثير إيجابي على المنظمة على الاقتصاد على البيئة إذن استدامة ليست فقط كما ذكرنا من منظور البيئة فقط وإنما أيضا حتى على المنظمة في استدامة الأرباح في أن تكون مفيدة اقتصاديا سواء للدولة أو حتى للمنظمة أو أن يكون لها هدف اجتماعي تحقق خلال فترة مثلا وجودها أو إنشائها نبدأ في أولى العوامل لدينا عوامل داخلية كما ذكرنا وعوامل خارجية نبدأ في العوامل الداخلية المؤثرة على استدامة الفعالية العوامل الداخلية هي تلك المتأصلة في الفعالية بحد ذاتها بمعنى مرتبطة في الفعالية بشكل خاص ويمكن أن تشمل الخصائص الأساسية للفعالية إذن كل فعالية لا خصائص لا هداف إذن هذا ما نقصد بالعوامل الداخلية مثل الغرض منها أهدافها المسائل المتعلقة بالتوظيف مثلا العوامل الداخلية قد يكون هدفنا الربح دون مراعاة الاعتبارات الأخرى إذن سنبحث عنه مثلا حينما يكون لدينا خيار بلاستيك أو الخيزران قد نستخدم البلاستيك لأنه أقل كلفة وبالتالي سنؤثر على البيئة إذن نظرنا من حيث المنظور الاقتصادي أو المسائل المتعلقة بالتوظيف مثل مستوى خبرة الفريق الذي ينظم الفعالية وهو قدرته على الفهم مثلا لعوامل الاستدامة كذلك العوامل الداخلية الرئيسة التي تؤثر على أهمية الاستدامة سنوضحها بالشكل التعلي إذن لدينا عوامل أربع تؤثر على استدامة الفعالية أولا الغرض من الفعالية وأهدافها سيؤثر بالتأكيد على استدامة الفعالية مستوى الخطر لهذه الفعالية أو في الفعالية كل ذلك سيؤثر على استدامة فهم الممارسات الحالية التي تنظم الاستدامة أيضا سيؤثر توفر الموارد التي تساعدنا في تنظيم الفعالية أو في إدارة الفعالية كل ذلك بالتأكيد سيؤثر على الاستدامة نبدأ في أول عامل وهو من العامل الداخلية الغرض من الفعالية وأهدافها نحن ذكرنا سابقا كل فعالية حينما تنشأ تنشأ لهدف أو غرض وبالتالي يجب أن تحقق هذا الهدف إذن هذا الهدف بالتأكيد سيكون له تأثير على الاستدامة على المجتمع على الاقتصاد لذلك مهم جدا أن يتم دراسته من حيث تأثيره على أو في موضوع الاستدامة يمكن أن تختلف أهمية الاستدامة لفعالية معينة بشكل كبير وفقا للغرض منها والأهدافها على سبيل المثال إن تكاليف إقامة فعالية صغيرة أو شخصية مثل حفل الزفاف أو إطلاق منتج من قبل شركة صغيرة تهم أصحابها كثيرا فإذا كانت الخيارات المستدامة لها أكثر تكلفة وليست مطربا قانونيا فيكون قبول بخيارات أقل تكلفة وأقل استدامة للحد من النفقات على العناصر التي قد لا يلاحظها الضيوف أو يهتمون بها بمعنى أن حفل الزفاف استدامة أو استخدام بعض المواد قد لا يكون ضروري وبالتالي نحن نرفع الفائدة والهدف أو أن تكون هناك فائدة كبيرة من الفعالية مقابل التكاليف لذلك قد نستغني عن بعض الأمور التي لا يلاحظ الضيوف مقارنة بالقدرة على إطلاق هذه الفعالية أيضا الفعالية حفل الزفاف ليست هدف أن تستمر دائما إلى وقت وتنتهي وبالتالي قد يكون نبحث على أقل تكلفة بما لا يضر بالبيئة بالتأكيد كان نستخدم مثلا أدوات صديقة البيئة أو أن يكون لدينا مثلا استخدام للنفايات التي تكون بالإمكان إعادة تدويرها قد تهتم أيضا لنظرنا فعالية أكبر أو رئيسة يكون لها جمهور كبير وعدد حضور أكبر قد تهتم في استخدام الأساليب المتاحة الأكثر استدامة من أجل حفاظ على صورة إيجابية أمام الرأي العام وترسيخها وبالتالي ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الفعاليات الضخمة حينما يكون لدينا حضور كبير إذ يجب أن نراعي البيئة ونراعي الأفراد المجتمع ونراعي الأنظمة إذ يجب أن تطابق الفعالية بوضوح مع الأهداف الحكومية مثلا رؤية السعودية ويمكن استخدام بطريقة جيدة نموذجا لهدف أكبر بمعنى حينما يكون لدينا أيضا شركة مثلا في الطاقة أو شركة كبيرة تنظم فعالية وهي لديها شعار في الجودة في المحافظة على البيئة صحة العملاء وحينما تنظم فعالية لابد أن تربط هذه القيم التي لديها وأهدافها بالفعالية يجب أن تكون أيضا فعالية التي تنظمها تحافظ على صحة العملاء تحافظ على البيئة ولا يكون لك تناقض ما بين القيم وأيضا تنفيذ الفعالية إذن لابد أن يكون الغرض من الفعالية وهدافها مرتبط بالتأكيد بالاستدامة وهو بالتأكيد مؤثر في استدامة الفعالية مستوى المخاطرة أو lack of risk هو عامل رئيس يجب مراعاته عند تحديد جدوى الاستدامة لفعالية كل فعالية حينما تستمر أو تنشأ قد يكون لها مخاطر من إنشائها أو تأثيراتها على المجتمع أو الاقتصاد أو على البيئة في بعض الحالات قد ينتج عن الموارسات المستخدمة مستوى من المخاطر المالية التي قد تتخطى القدرات المادية للمنظم للفعالية وبالتالي سيتحمل تكاليف أكبر إذن استدامتها من حيث الأمور الاقتصادية لن يكون لك جدوى وبالتالي يجب أن يكون لك طريقة لإنهاء هذه الفعالية أو تقليل التكاليف في مثل هذه الحالة قد يفضل المنظم الفعالية أو مضيفها تقليص الاستثمار مثلا قد يقلص استثمار في هذه الفعالية إلى الحد الأدنى ووفقا بالتأكيد للقوانين من أجل تقليل مخاطر تكبد خسارة مالية وبالتالي سيؤثر على استدامة الفعالية اقتصاديا إذن حينما نقيص مستوى المخاطرة بالتأكيد مع الأرباح المتوقعة مع هذه الفعالية من حيث الأمور المالية نحن حينما نمشي الفعالية ويكون الهدف قد يكون نقطة التعادل أو الربح لا بد أن نفكر بالمخاطرة حينما تنظم فعالية حتى لو لم تهدف إلى الربح هي قد تهدف إلى تغذية التكاليف ولكن حينما لا نستطيع أن نغطي حتى لو جزء كبير من التكاليف إذن لا نستطيع قد يكون استمرار في دفع العجور أو الاستعجار أو غيره وبالتالي قد نضر المنظمة أكبر مما نفيدها أو نحق لها أرباح لذلك لا بد أن ندرس عملية المخاطرة وتأثيره على الفعالية واستدامة الفعالية نأتي إلى الممارسات الحالية يجب أن نفهم الممارسات الحالية في مجال الاستدامة وهي من العوام الأخرى التي تحدد إمكانية تحقيق الاستدامة الفعالية ما هو مستوى الخبرة التي توصل لها المنظمون في الفعالية أو العالم في الفعاليات والمعرفة لدى الفريق لا بد أن يتمتع فريق الذي ينظم الفعالية بالخبرة والتي تساعده في أن يكون هناك استدامة للفعالية تكون مفيدة لمجتمع وتفيدة الاقتصاد مفيدة أيضا للبيئة المشكلة إذا بدأ الفريق في العمل على فعالية دون أن يحظى بتديب شامل ومتكامل ولم تكن لديه معرفة في الممارسات الحالية في الاستدامة معنى قد لا يكون لديه تصور عن أفضل المواد التي من الممكن أن نستخدمها مثلا في تقديم الأطعمة مثلا كما ذكرنا في التي تكون صديقة للبيئة مثلا مستخدمة من مواد الخيزران أو غيرها التي بالإمكاني عادة تدويرها إذا لم يكن لديه الفريق قبرة قد يستخدم مثلا بلاستيك المضر للبيئة أو يستخدم مثلا في بعض الأساليب أساليب قد تكون مخالفة مضرة للبيئة على المستوى أيضا القريب أو البعيد النتيجة إذا لم يتدرب أو لم يكن لديه تصور إذا من محتمل أن تحدث أخطاء ومخالفة للأنظمة وبالتالي قد يكون هناك قرارات تعتبر عادية ولكن قد تكون غير محسوبة وبالتالي قد تكون غير مستدامة تؤثر على استمرار الفعالية لأنها تكون مضرة للبيئة أو مضرة للإقتصاد أو ليس لديها جهة اقتصادية ستكون هناك خسائر لذلك الفريق يجب أن يتدرب بشكل صحيح لكي لا يكون هناك خسائر أو أحداث أو أخطاء محتملة الحل من المهم أن ندرب العاملين الفعالية ننسق معهم مع الموردين عن أفضل السبل لأن نكون لدينا استدامة للفعالية للجدوى الاقتصادية الجدوى للمجتمع وأيضا الجدوى للبيئة يجب كما ذكرنا أن تكون مفيدة للمحصيلة أو الحصيلة الثلاثة التي ذكرناها للمجتمع وأيضا للاقتصاد سواء للمنظمة أو حتى الاقتصاد ككل وكذلك للبيئة النقطة الرابعة والعامل الرابع في العوامل الداخلية توفر خيارات التوريد لا بد أن يكون لدينا خيارات في التوريد والأوبشن يكون متاح بشكل كبير فالمشكلة قد لا تتوفر المواد المستدامة اللازمة لإقامة بعض الفعاليات سواء ضمن الإطار الزمني أو الميزانية المالية قد لا تساعدنا الميزانية بشراء مثلا هذه المنتجات أو قد لا يكون لدينا الوقت لذلك لا بد أن يكون لدينا خيارات في التوريد مناسبة لكي يكون لدينا استدامة في الفعالية الحل يتعين على فعالية استخدام مورد خارج فمثلا قد نلجأ إلى التعاقد مع مورد يستطيع إمداد الفعالية بخدمات وتكون أسعار مناسبة من حيث الجدول الاقتصادية أو يكون ذلك بالتأكيد فائدة وأرباح وأيضا أن يكون التوريد في الوقت المناسب للفعالية لذلك ينحص اختيار دائما بإقامة فعالية غير مستدامة أو إقامة فعالية أو عدم إقامة فعالية على الإطلاق بمعنى حينما لا تكون الفعالية مستدامة أو غير مفيدة يفضل بالتأكيد عدم إقامة الفعالية على الإطلاق لأن كما ذكرنا قد يكون تأثير إقامتها أكبر من الفائدة المرجوة من إقامتها لذلك حينما تدرس من حيث الجدول الاقتصادي كما ذكرنا الجدول للمجتمع وأيضا على البيئة بالتأكيد حينما نخالف البيئة قد يكون هناك عقوبات حينما لا يتكون هناك فائدة المجتمع قد لا يكون هناك حضور حينما لا ندرس الجدول الاقتصادية قد لا يكون هناك أرباح أو لا يكون هناك فائدة المجتمع أو الاقتصاد ككل وبالتالي عدم إقامتها أفضل من إقامتها في ظروف غير مستدامة أو لا تراعي الاستدامة إذا ملاخص حديثنا اليوم تحدثنا عن العوامل التي تؤثر على استدامة الفعاليات ذكرنا أن هناك عدة اعتبارات أو عدة عوامل مختلفة تؤثر على استدامة تؤثر سواء في مراحل البداية للفعالية أو الإدارة أو حتى بعد آثارها كالنفايات أو غيره وذكرنا أن هذه العوامل يجب أن نراعيها لكي يكون لدينا فعالية مستدامة وتدرس من حيث كما ذكرنا ثلاث أمور من حيث الاختصاد من حيث البيئة من حيث المجتمع وذكرنا أن هذه العوامل هي عوامل داخلية وخارجية بدأنا في العوامل الداخلية ذكرنا من أهم العوامل أن يكون الغرض من الفعالية وهدافها هو بالتأكيد مؤثر في استدامة الفعالية ما هو هدفنا من الفعالية؟ لماذا تم إطلاقها؟ مستوى الخطر إذن نقيس الخطر المتوقع مثلا ارتفاع التكاليف عدم وصول أرباح أو أي خطر آخر في إقامة الفعالية لابد أيضا ذكرنا أن نراعي الموارسات الحالية حينما يفتقد فريق التنظيم أو إدارة الفعالية للخبرة في عملية الاستدامة أو معايير الاستدامة قد يؤثر بالتأكيد على استدامة الفعالية وأخيرا ذكرنا توفر الموارد مثلا من وقت من مواد من غيره من الموردين لابد أن يكون متاح لكي يكون هذه الاستدامة في حال عدم القدرة على توفير الموارد إذن قد نأتي وقت لا نستطيع تلبية الطلب أو الحضور وبالتالي سيؤثر على استمرار الطلب وأيضا إقناع العملاء في استمرار هذه الفعالية وبالتالي سنخسر قد يكون من إقامة الفعالية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة